فالله لا أسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشير أتمم له رباه يا من نرتاجه هدفا عظيما قد تلاء لأك القمار في الإبانة وصلنا إلى أنا ما أذكر وصلنا إليه هل بلغنا إلى قول ابن مسعود رجل الله عنكم جميعا هل وصلنا إلى قول ابن مسعود إنها ستكون أمور مشتبهة فعليكم بالتؤدة فإن الرجل يكون تابعا في الخير خير من أن يكون أصلا في الضلالة أم ماذا من الأبرار ما الحديث الذي نبدأ به في الإبانة رجعا بعيني لنا لا لكن لا يكون الأجر متكاملا لا يكون الأجر متكاملا نعم ينقص أجره إنكم أصبحتم على الفترة أنا عبد لابن مسعود رجل الله عنه ورضاه قال إنكم أصبحتم وهذا إسناد صحيح أخرج الدرمية وغيرهم إنكم أصبحتم على الفترة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهادي الأول الله أكبر الله أكبر قال ستحدثون وهذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث البعد عن السنة وكلما بعد المرء عن السنة كلما ابتدع في دين الله دل فعلان ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهادي الأول وعن أبو الشعساء قال ابن مسعود إنكم اليوم على الفترة وستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهادي الأول وفي رواية قال ابن مسعود إنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول وقال عبد الله بن مسعود إنكم ولدتم على الفترة وستحدثون ويحدث لكم فاذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول انظر إلى هذا الكلام العظيم من ابن مسعود نعوذ بالله من مضلات الفترة نعوذ بالله من المحدثات نعوذ بالله من البدع الظاهرة والباطنة ونعوذ بالله من أهل البدع الذين يروجون للبدع ويقلبون السنة تبدعة والبدعة تسنة هؤلاء الذين الآن أرادوا أرادوا إغلاق باب السنة وتمس السنة بما يقولون يمينا وشمالا وبعد ذلك يلبسون على الناس يقولون من يتمسك بالسنة أو يقول بالتمسك بالسنة يعني هذا جاهل وهذا لا يمكن أن يصل إلى ذلك كيف سيصل إلى ذلك ويعلم ذلك وهو لم يتقن هذا الباب قراءة ولا فهما عن النبي ما في أحد يستطيع أن يصل إلى فهم كلام النبي ولا كلام كلام الله جل في علاه ثم يغلقون الباب على الطلبة ويقولون لابد من التقليد ولا بد من التمذهب فقط يعني التمذهب بالمعنى المذموم لا المعنى الممدوح وهؤلاء أعداء السنن أعيتهم السنن ما استطاعوا أن يفقوها ما استطاعوا أن يفهموها ما استطاعوا أن يحفظوها لذلك كانت المعدة بذلك لأنك ستقول بعد ذلك أين دليلك فهو هذا يسقط في يدي ويقال له أن تخلفت النبي في هذا الكلام فهو يريد أن يبطر هذه المسألة يريد أن يبطر هذه القوة التي فيك بالتمسك بالكتاب والسن فيضعك في هذه المحلات وهؤلاء منتدعة وهؤلاء يريدون طمس السن وفي النهاية سيطمسون التوحيد أيضا ما يريدون مراجعة يريدون طمس السن ويريدون طمس التوحيد والعقيدة وأنا أشك في أي عالم لم يتقن عقيدة أن يكون عالما يعني عالما جامعا قط رجل لا يعرف معنى استولى واستوى ويجعلهما يعني صائبين وتقول لي عالم ده أنت جاهل جاهل مركب إذا قلت أنه عالم بهذا الطريق هو رجل مثقف ماشي رجل حافظ ماشي رجل ممكن يعني ممكن يمر على بعض العلوم هكذا مرورا لكن عالم أنت لا تفقه أنت إن قلت هو عالم فأنت الجاهل في هذا الباب فلذلك مسألة الإحداث سيحدث سيحدث وقد ورد عن النساء النبوء بهذا بأن ما من زمان إلا والذي بعده شر منهم ما من زمان إلا والذي بعده شر منهم فالزمان هنا الشر حقا هو أنك ترى أعظم الشرور على الساحة أعظمها على الإطلاق البدعة أعظمها على الإطلاق والبدعة وريد الكف بل البدعة تنقسم إلى بدعة كفرية وبدعة مفسقة بدعة مكفرة وبدعة مفسقة لابد أن نفهم هذا الكلام جيدا والله دعالة قال إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم انظر إلى هذا الباب ولذلك قال إنكم أصبحتوا على الفطرة على الفطرة على ما خلقكم الله جل في علا بتوحيده بتوحيده وتحقيق قضية الكون الكبرى والتمسك بالسنة من الفطرة التمسك بالسنة لأنها المبينة لما أراده الله جل وعلا لهذا للأمم وللمكلفين ما خلق الله الخلق إلا لتوحيده ما خلق الله الخلق إلا تحقيق قضية الكون الكبرى سبحانه جل في علا لذلك انظر قال إنكم أصبحتم على الفطر تديل الفطر البدع من أعظم تديل الفطر ومن أعظم البدع في هذا الباب أنهم يقولون بأنه لابد من الكفر أولا ثم النظر بعد ذلك والإيمان أول واجب على المكلفين هو توحيد الله مش النظر كما يقول الأشعرة الأشعرة ضلال مبين ضلال مبين ضلال مبين أن عند الأشعرة ورب العزة أخطر من المعتزلة الأشعرة أخطر وأضل من المعتزلة ويأتينا من يروج لهم ويروج لبدعتهم واعتقادهم المنحرف وبعد ذلك يقولون علامة العصري علامة الزمان أو العالم الفلاني قلت هي ضجة الضجة الإعلامية المعروفة عند هؤلاء القول مسألة شبش الفرح ده اللي بيفعلوه ولا يتقون الله وما يضعون الشيء في موضعه ما يضعون الشيء في موضعه وضيعوا الأمة سنين والآن يريدون تضيعها بنفس هذا الطريق بنفس هذا الطريق وأزنبهم كثير والمتبرعون لهم كثير والمغفلون معهم كثير وسبحان الله لن تنجوا إلا الطائفة القليلة ولن تعلوا بالسنة إلا الطائفة التي استفاها الله على الكثرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يشك أن تذع عليكم الأكلة على قصعتها قالوا من قلة نحن يا رسول الله قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيء وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تديل الفطر بالبدعة الظاهرة وأعظم البدعة البدعة في الاعتقاد في الله اللي في علاه أعظم البدعة أعظم البدعة لذلك المغرب المغربة الآن قلبي يحترق من أجلهم ضيعوا ضيعوا رفعة نبل رفعتهم من المرابطين وذهبوا إلى اعتقاد الموحدين هؤلاء الضلال أهل الضلال اللي ما يكون وهمة ابن تشافين وأمثاله وأطرابه هؤلاء شرف لأهل المغرب لكن شوف المغربة المغربة أضاعوا أضاعوا هذا النبرس والأساس الصحيح على العقيدة النقية السلفية لكنهم تعصروا جدا بالأشعر وأحسنهم طريقة الذي يقول وهناك خلاف والخلاف طبعا هذا جاهل مركب طبعا يقول واستوى في خلاف أي خلاف يا جاهل خلاف بين أهل الضلال وأهل السنة والجماعة نعم خلاف بين أهل الضلال وأهل السنة والجماعة يا أستد أنت عندك في فرنسا أم المعتزل الأشعر عندك نايمة على ودانك يا أستاذ أسيا فيقول إنكم أصبحتم على الفطرة على الفطرة على التوحيد الكامل ما كان إبراهوم يهوديا ولا نصران كان حنيفا مسلما فالفطرة هنا التوحيد والفطرة هنا الإسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني عليه السلام كانت وضيها أحسن الله لأيك يا أستاذ أحمد أحمد أنت 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 ومن معك من أهل الجزائر تحملون فوق الرأس أماليك قلت يتأثرون جدا بالموحدين لا بالمرابطين ويتفش المنهج الأشعاري في المغاربة بكثرة وهذا قلبي يحترق من أجلهم إنكم أصبحتوا على الفطرة وإنكم ستحدثون وهذه نبوءة آه والله آه والله نعم فرنسا التي أثرت في الجزائر وفي المغرب وفي تونس حسبونا الله ونعم وكيل في أهل الكفر حسبونا الله ولذلك قال وإنكم ستحدثون وهذا لا يمكن أن يقوله أن يقوله ابن مسعود بالجزم إلا بالدراية إلا بتوقيف وكما قلت في التوقيف أن النبي قال ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه وإنكم ستحدثون ويحدث لكم أي تبتدعون في دين الله ويبتدع لكم ويتابعون على البدعة وهذه أيضا في آخر الزمان أعظم ما تكون قال النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويؤتمن الأمين وينطق الروايب ضه وينطق الروايب ضه قال وستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهادي الأول إذن الخلاص الخلاص السالفين الخلاص أن ترجع للسالفين الخلاص أن تنتهج نهج ضرب الأولين الخلاص أن تعتقد اعتقاد السالفين هذا الخلاص لذلك كأنه مش عبت عن قوم للنجاة وقال يا ابن مسعود إن كان كما تقول فإنه توقفي فكيف النجاة قال عليكم بالهادي الأول قال عليكم بالهادي الأول بالله دلوني على استولى في الهادي الأول دلوني على اليد تقوى تقالبها نعمة في الهادي الأول دلوني على النزول نزول الرحمة والملك في الهادي الأول دلوني على ذلك هذا ابتداع في القرن الرابع بعد القرن الرابع ابتداع فيه خراب لا إبداع أنا ما أحب هذه الفلسفة الكذابة ويقولون وعندنا علماء ولا يظهرون العالم كالمرأة الحامل لا يغفى وعلى العالم وإن كان يبقى مقص لابد يضرب على رأسه ليظهر نفسه كما قال البخاري إذا نزل العالم في محلة واجب أن يظهر نفسه وعليه أن يعتني بقلونه لأن النطح سيكون كبيرا وعليه أن يراقب قلبه لله لأنه لا يترك المجل المبتدع كيف يترك المجل المبتدع لا يظهرون ولا يعلمهم إلا هذا كلام فارغ العالم لا يمكن أن يقف يقف هكذا متوانيا العالم راغمة الأنوف يظهر راياته فوق الجميع يحارب الدنيا بأسره في هذا الباب قال فعليكم الهدي الأول كأن الإجابة من ابن مسعود في النجاة قال فعليكم بالهدي الأول عليكم بعقيدة السلف عليكم بخلون الخيرية الذين قال فيه نبيه البري خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولذلك قال فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول هذا هو النجاة لا يمكن أن يكون النجاة إلا بذلك فعليكم بالأمر الأول عليكم بالرعيد الأول عليكم بمن قال فيه نبيه السلام خير الناس قرني لذلك أنا اشتدت أمس في الحلقة وقلت لما تجيلي تقول لي وأنا والسادة الشفعية قد قالوا وأن الشفعية قال بالبدع الحسن والبدع السياحة قل دعك من تحرير المقال الآن الشفعي قال ذلك وابن عباس وابن مسعود قال قال أنتم على منة أهد من منة رسول لا أو مفتاح باب الضلالة وابن عمر بسنة صحيح يقول كل بدعة ضلالة ودورها الناس حسنة بمن نأخذ الآن بمن نأخذ مع أن الإمام الشفعي في أواخر قرون الخيرية في أواخر قرون الخيرية لكن أواخر قرون الخيرية أسادت الناس الصحابة بمن نأخذ بمن نأخذ شفعي نفسه يقول وقول الصاحب على العين والرأس وحبا وكرامة بمن نأخذ بمن نأخذ يا بنت الحلل أي مستوى إعلامي وأنت عندك الفيسة والآن وعندك النت وعندك الزوم وعندك الميكسيلر يا ظروف ذلك يعقدون دروسهم العلمية على هذا أنا لا أحب المغفلين لا أحب المغفلين ولا المغفلات هذه مسألة مدروسة معلومة فلا نجلس وبعدين مسألة كده على طرفين نقيل أو الضقة الإعلامية الفارغة بتاعة الطائفة الطائفة التميع للتجميع والأمر الثاني الخفاء والتقيل نقيل لأن هذا الزمن لابد للعالم أن يظهر فيه هذا الزمن لابد للعالم أن يظهر فيه حتى لو قال أنا أنا ابن سا ابن جل وطلع السناية وبينه بقى وبين ربه إن أخلص أو رأى فمن رأى رأى الله بي وسمع سمع الله به أجب علي أن يظهر أنه العالم الذي يأخذ منه وأجب عليه ذلك فنسأل الله لإخواننا جميعا في شمال أفريقيا أن يذوت لهم الخير وأن يثبت الله لهم العلم والإتقان وأن يكون ذلك نصرة لدين الله دل فعلا ونصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نرخف عند هذا الفواد المستنبطة لا فلاحة إلا في إلا في النهج الأول لا فلاحة إلا في النهج الأول العالم النبيل من أتى بالعطب لابد أن يأتي بأداة النجاة من أتى بالعطب لابد أن يأتي بأداة النجاة أعوذ بالله الناس بيستكسروا علينا الدروس يقولون أنتم مرضى ما تسكوتوا خلاص مش مريض وقعد ساكن أعوذ بالله اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبداً يا رب العالمين اللهم أدم علينا هذا الخير ما حيينا أبداً يا رب العالمين إلى آخر نفس يا رب أن يكون نصف طلدين الله للكتاب والسنة ظلمات الفتن لا يبددها إلا العلماء ظلمات الفتن لا يبددها إلا العلماء وَلِشَيْخِنَا هِمَّةُ نَعَلَتِ الثُّرَيَّا فَنَالَتْ مِنْ فُنُونِ الدِّينِ رِيَّا فَذَافِقُونَ كَسُقْيَ الْمَاءِ كَانَا وَتِلْكَ عَقِيدَةُ السَّلَفِينَ نَقِيَّا فَأَخْلِصْيَةَ رَبِّي وَبَارِكَ عَلَى شَيْخِ النَّبِيلَ الْخُلُقِ وَالضَّاحَى الْمُحَيَّا